قام سيادة المطران خرستوفورس عطالة الوكيل البطر ياركي في عمان بزيارة إلى جمعية دار الكتاب المقدس بمرافقة عدد من الأباء الكهنة حيث كان في استقباله السيد منذر النعمات أمين عام الجمعية والأب الدكتور إبراهيم دبور رئيس الهيئة الإدارية وأعضاء وموظف دار الكتاب المقدس وقدم الأب إبراهيم موجزاً عن الجمعية ومبادراتها المنوعة مشيراً أن الجمعية تعمل إلى جانب الكنيسة من خلال اللقاءات الروحية أو تقديمها ونشرها للكتب المقدسة ورحب النعمات بسيادته وبجميع الحاضرين مثنياً على الزيارة من أجل تعميق التعاون بين الجمعية والكنيسة الأرثوذكسية والتي تهدف إلى خدمة جميع الرعاية مستعرضاً فيلماً قصيراً يحوي أبرز أهداف الجمعية وتفاصيل عمل دار الكتاب المقدس والنشاطات القائمة عليها جمعية الكتاب المقدس بموجب العرض اللي شفته حقيقةً بتكون بعمل كتير مهم في المجتمع المسيحي والمجتمع الأردني بحب حييهم على كل هاي الجهود اللي بيبذلوها وبطلب من ربنا أنه يبارك عمالهم وأكيد رح نكون في تخطيطنا حتى نكون في تعاون حتى ندعم أي عمل بيكون لمجد الكنيسة وربنا ربنا يبارككم ويحميكم دايماً نحن سعيدين بهاي الزيارة فعلياً اللي بتيجي من أوائل زياراته بعد ما اتولى هذا المنصب الجديد وإلنا الشرف كجمعية دار الكتاب مقدس في هاي الزيارة يكون من أوائل الزيارات يتعرف فيها على دار الكتاب مقدس على نشاطاتها على الخدمات اللي تقدمها الجمعية للكنيسة وللمجتمع بشكل عام نتمنى أنه يبنى كمان على هاي الزيارة المزيد من التعاون والشراكة لما فيه خير أبناء الكنيسة ولخير المجتمع وخير الأردن